الأمر الثالث الذي سيجففه إمام زماننا عبر مشروعه المهدوي الأعظم سيجفف منابع المشكلة الجنسية الجنس مشكلة كبيرة وكبيرة جدا في الواقع البشري عموما وفي واقعنا الشيعي خصوصا لأن الكلام موجه إلى الشيعة في هذا البرنامج أنا لا أخاطب الجميع مجنون هذا الذي يخاطب الجميع أنا لا أخاطب كل شيعة إنما أخاطب جزءا من الشيعة أخاطب الذين يعبؤون لأمر إمام زمانهم فقط لا أخاطب الجميع مجنون هذا الذي يخاطب الجميع لكنها حقيقة فإن الجنس مشكلة كبيرة وكبيرة 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 وعظيمة وعظيمة في الواقع البشري عموما وفي واقعنا الشيعي خصوصا فنحن جزء من البشر ما يجري على عامة البشر يجري علينا لابد أن نشخص هذه النقطة ومن البداية قبل أن أتحدث في تفاصيل الموضوع الحاجة الجنسية هو أمر طبيعي عند الرجل وعند المرأة ولا فارق بين الاثنين ما هو موجود في مجتمعاتنا وحتى في غير مجتمعاتنا من أن للرجل من الحقوق ما ليس للمرأة من الحقوق في هذا الجانب هذا من إسقاطات الأعراف الظالمة وفي مجتمعنا من إسقاطات الأعراف القبلية والعشائرية والبدوية وهي أعراف لا تنتمي لا إلى عقل ولا إلى دين ولا إلى فطرة هذا أمر جعله الله في الإنسان مثل ما جعل في الإنسان حاجة للطعام والشراب وجعل في الإنسان حاجة للنوم والراحة وجعل في الإنسان حاجة للدواء والعلاج حين المرض وجعل في الإنسان حاجة للجنس هذا أمر ليس بيد الإنسان هذا شيء يعد جزءا طبيعيا من تكوين الإنسان هناك حاجة جنسية عند الرجل وحاجة جنسية عند المرأة ولا فارق بين الاثنين حينما نفرق بين الاثنين في هذه الحاجة فإن الاختلال النفسي والاجتماعي سيهيمن على الواقع الحل الذي جاء به رسول الله في تشريع الزواج المؤقت هذا هو الحل الأمثل سيتحدث السنيون الذين يتابعون برنامجي سيقولون لقد رجع إلى المتعة زواج المتعة في الأوساط الشيعية في زماننا في الأعم الأغلب زنا لا تتوفر فيه الشروط الشرعية الصحيحة إنني أتحدث عن الزواج المؤقت ضمن ثقافة عامة ضمن هذه الشرائط أن يعرف الجميع من أن الرجل حاجته الجنسية أمر طبيعي وكذلك المرأة من أن يعرف هذا بنحو علمي بنحو ثقافي ومن أن النفوس تكون هادئة في التعامل مع هذه المضامين نحن الآن في أجوائنا الشيعية نرفض أن تتزوج بناتنا زواج المتعة وأن تتزوج أخواتنا زواج المتعة كل شيعة يرفضون هذا وإذا ما حدث زواج متعة فإنه يكون بالسر هذه إسقاطات إسقاطات عشائرية هذه إسقاطات عمرية في أحاديثنا الشريفة لو لا عمر بن الخطاب ما زنى إلا شقي لا يعني أن الزنا سينتهي لكن الذين سيمارسون الزنا هم أولئك المرضى 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 بمرض المعصية والجريمة كذلك الذي يزني بجارته ليليا ولا يقترب من زوجته وزوجته كانت تعلم بذلك يذهب إلى بيت جارته مع وجود زوجها يزني بها في حالة خوف ورعب ويعود إلى بيته لا يقترب من زوجته في يوم من الأيام اتفقت زوجته مع جارته وطلبت منها أن تتشبه بها وأن تنام في نفس الفراش الذي تنام فيه الجارة حينما يأتيها هذا الرجل كي يزني بها اتفقت مع جارتها وفعلت ذلك فجاء الرجل وزنى بزوجته وهو لا يدري من أنها زوجته لكنه بعد أن عرف أن المرأة التي ضاجعها في الليلة السابقة هي زوجته لأنه جاء على خوف وعلى عجلة من أمره والجارة أثارت خوفه من زوجها فقضى ما يريد مستعجلا لما عرف الأمر في اليوم الثاني ماذا قال لزوجته قال لها ما ألذك حراما وأقبحك حلالا هذا مريض هؤلاء المرضى هم الأشقياء لولا عمر بن الخطاب أحاديث العطرة تقول ما زنى إلا شقي عمر بن الخطاب هو الذي وقف حاجزا أمام هذا التشريع نحن نعرف العلة نعرف العلة لأنهم كانوا يعلمون بأن أولاد الزنا لا يميلون إلى علي لا يميلون إلى العطرة الطاهرة فأفضل باب لنشر الزنا أن يمنع الزواج المؤقت حينما يغيب الزواج الشرعي المؤقت سينتشر الزنا وسيغثر أولاد الزنا وإذا ما كثر أولاد الزنا كثر أعداء علي وآل علي هذا جزء من برنامج إبليسي نفذته سقيفة بني ساعد لأن الأحاديث تقول لا يبغضك يا علي إلا ابن زنا فأبناء الزنا هم الذين يبغضون علي هذا لا يعني أن كل ابن زنا يبغض علي لكن الظاهرة العامة فيهم يبغضون علي وهذا أمر معروف كان بين صحابة حتى في كتب المخالف جابر ابن عبد الله الأنصار وغيره يقول كنا نبور أولادنا بحب علي لأنهم سمعوا ذلك من رسول الله من أن علي لا يحبه إلا أبناء الحلال ولا يبغضه إلا أبناء الزنا فجابر ابن عبد الله الأنصار يقول كنا نبور أولادنا بحب علي نبور أولادنا نمتحنهم حينما نشك في نسب بعض أولادنا ننتظر علي حين يمر في الشارع فنسأل أطفالنا هل تحبون هذا فإن أجابوا بنعم عرفنا أنهم أولادنا وإن أجابوا لا عرفنا أنهم ما هم بأولادنا كنا نبور أولادنا بحب علي هذا هو علي لا أريد الحديث عن هذه النقطة أعود إلى كلامي حينما أتحدث عن الزواج المؤقت بشرائطه الشرعية بشرط أن تكون الثقافة واضحة من أن الناس جميعا لا يرون نقصا أو عيبا فيه وإلا في زمن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان يقول لأصحابه عن زواج المتعة يقول لهم اتركوها لأجلي اتركوها لأجلي صحيح أن زواج المتعة زواج مشرع لكن الإسقاطات التي وقعت عليه شوهت هذا الزواج إسقاطات عمرية لعينة من سقيفة بني ساعدة وإسقاطات عشائرية أعرابية بدوية فهذا الدين دين الأعراب لا يستند إلى علم ولا إلى ثقافة لذا قلت لابد أن يثقف المجتمع بثقافة علمية من أن الحاجة الجنسية لا تختلف عن الحاجة إلى الطعام أو إلى الشراب لابد من تجريد الثقافة من الإسقاطات العمرية ومن الإسقاطات القبائلية العشائرية وأن يكون الأمر ضمن الضوابط الشرعية الصحيحة التي بيّنتها أحاديث العترة الطاهرة حينما يكون أمرا عاما كالزواج الدائم ستحل المشكلة الجنسية الناس يقبلون الزواج الدائم هناك ثقافة مفرداتها جعلت الناس يقبلون الزواج الدائم ما هو الفارق بين الزواج الدائم والزواج المؤقت ما هذا زواج وهذا زواج من قال من أن هذا الذي تزوج زواجا دائما ألا يموت في ليلة زواجه إنها ثقافة لا يوجد فارق بين الزواج الدائم وزواج المؤقت أبدا الحكاية هي الحكاية غاية الأمر أن الناس تقبل هذا الزواج وترفض هذا الزواج ترفض هذا الزواج حتى في الأجواء الشيعية مع أنهم يعلمون أن زواج شرعي للإسقاطات العمرية قد تسألني هل تقبل أن تتزوج ابنتك زواجا مؤقتا إنني أرفض ذلك ولست أنا وحدي الجميع جميع الشيعة يرفضون ذلك بسبب الإسقاطات مثل ما قال إمامنا الصادق لأصحابه اتركوها دعوها اتركوا هذا الزواج لأجلي لأجلي هناك إسقاطات عمرية وهناك إسقاطات أعرابية هذه الإسقاطات ليست خاصة بزواج المتعة فقط هناك إسقاطات كهذه على كثير من الشؤون الدينية لا أريد الحديث عن كل شيء لذا فإنني حينما أقول من أن الزواج المؤقت حل ستراتيجي لمشكلة الجنس بحسب الرؤية التي ذكرتها لا بحسب ما يجري الآن في الأوساط الشيعية ما يجري الآن في الأوساط الشيعية أكثره زنا وليس بزواج مؤقت خصوصا في الأوساط الحوزوية وخصوصا ما يقوم به خطباء المنبر الحسيني حينما يذهبون للتبليغ خارج العراق أو حتى في داخل العراق حينما ينتقلون إلى مكان جديد إلى مدينة أخرى ويتزوجون الزواج المؤقت أكثر هذه الحالات هي زنا مدينة ومدينة 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 ستحوله إلى زواج محرم فالحالات التي يصح فيها الزواج المؤقت في زماننا قليلة جدا قليلة جدا وانا لا أريد أن أخوض في مفاسد مكاتب المرجعيات وفي مفاسد أصحاب العمائم في النجف وغير النجف ولا أريد الحديث عن المفاسد التي يرتكبها الرواديد فإن الرواديد صاروا كالمغنين لهم معجبون ومعجبات وفي خلال هذه الأجواء يتزوجون الزواج المؤقت أو ما يجري في بعثات الحج النساء التي يسافرنا في بعثات الحج لأداء الحج أو لأداء العمرة وما يجري من المفاسد في بعثات المرجعيات الحكاية طويلة طويلة أنا لا أريد أن أخوض فيها في هذا البرنامج ربما أفتح لها ملفا خاصا بها هذا الموضوع موضوع حساس جدا لكن بالإجمال بالإجمال فإن برنامج الزواج المؤقت بالشرائط الشرعية الصحيحة بحسب منهج علي بن أبي طالب بحسب منهج قائم آل محمد ضمن ثقافة عامة بحيث لا يرى الوالد عيبا في زواج ابنته زواجا مؤقتا المجتمع كله لا يرى ذلك مثلما ننظر إلى الزواج الدائم ننظر إلى الزواج المؤقت وهذا جزء من التسليم لبرنامج الله الله يريد هذا ولكن ضمن الشرائط الصحيحة هذا هو الحل الأمثل لمشكلة الجنس وقت الحلقة صار طويلا نكمل الحديث إن شاء الله تعالى غدا شكرا